السلام عليكم اهلا بكم وحلقة جديدة مع اسامة نتناول فيها اهم اخبار النادي الاهلي وقرة القدم المصرية وبالتأكيد بنبدأ بخالص الدعاء الى اهلنا في غزة اهلنا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم ثبتهم اللهم ايدهم يا رب العالمين وكذلك الدعاء للاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي اللهم اشفيه يا رب العالمين اكيد هنبدأ من التصرحات اللي ربما اثارت جدل عن طريق نقلها بشكل ربما فهم خطأ لجماهير النادي الاهلي وهي تصرحات دكتور محمد شاوي اللي تحدث فيها عن ازمة الدولار والحقيقة مش اول مرة حد ايه لا يتحدث عن ازمة الدولار والحقيقة لو انت خدت كلمة او تصرحات اي عضو مجلس ادارة او اي شخص مسؤول عن ازمة الدولار ان هي بالضرورة فيها تقاعص في التعاقد مع مهاجم او غير مهاجم او اي نقص محتاج والنادي الاهلي يبقى هو ده الفهم الخاطئ للقصة ليه؟ لان المهندس خالد مرتجي طلع وتحدث قبل الانتقالات الصيفية عن ازمة الدولار وفي النهاية تعاقدنا مع مودست بغض النظر نجاح مودست من عدمه ولكن في النهاية انت قدرت تتعاقد مع مهاجم ربما تم التأخير في التعاقد فاتينا بمودست ربما كان في احتمالات كبيرة للنجاح لمودست على اساس خبراته الكبيرة ولكن الحقيقة لم يوفق مودست مع النادي الاهلي حتى الان واصبح يعني علاقته مع جماهير النادي الاهلي مفيش احتمالات للنجاح بشكل ملموس لكن تم توفير مهاجم عن طريق الدولار لكن الازمة الحقيقية فعلا اللي بيمر بقى كل الكائنات المصرية والاندياة المصرية هي ازمة الدولار لكن ده معناه او ده اللي اتقال من الدكتور محمد شاوي لا اتقال بوضوح ان احنا عندنا ازمة دولار ومحتاجين مليون ونصف تقريبا شهريا للرواتب للمدربين والمحترفين في كرة القدم والعاب الصلاة ولازم الناس تصبر علينا شوية عشان احنا الناس مش عارفة احنا بنعمل ايه عشان نوفر قصة الدولار بالشكل ده الكلام ده اتقال بالفعل وده واقع ملموس بالفعل ولكن ربط ده بالمهاجم كان بسبب سؤال اللي توجه لدكتور محمد شاوي لما اتقال ان خدتوا 2.5 مليون دولار يلا روح حياته مهاجم فكان هذا الرد وصل على طول اوتوماتيك لجماهير النادي الاهلي عبر النقل في بعض المواقع وسائل التواصل الاجتماع ان اذا الاهلي مش هيجيب مهاجم لا بطمنك النادي الاهلي بصدد التعاقد مع مهاجم في يناير تبعا لتطلبات او متطلبات مرسيل كولر حقيقة مرسيل كولر قلت لكم قبل كده طلب من النادي الاهلي مهاجم اجنبي ومهاجم مصري انا شايف ان المهاجم المصري في صعبات كبيرة جدا بل ربما استحالت التعاقد معنا لاسباب متعلقة بعلاقاتنا دي انا بشوف ده صعب جدا حقيقة يعني ولكن اكيد هرفته المهاجم ولكن المهاجم الاجنبي ده اكيد في المتناول ان شاء الله وان شاء الله وانا تمنى باذن الله مع بداية يناير يكون فيه تعاقد مع مهاجم للنادي الاهلي يساعد مرسيل كولر في مزيد من التقلق ومزيد من الاداء الراقي ومزيد من حصد الالقاب والبطولات اللي باذن الله باذن الله تكون بدايتنا في الامارات مع السوبر المصري اللي بيقام بشكله الجديد والبعض عاوز يقول ان الشكل الجديد ده مختلف عن الشكل السابق وبالتالي عقوبات الشكل السابق لا تقع على هذا العزيل بطولة الامر ده يعني قتل يعني بحثا وتم حاسمه ونادي الزمالة برة والقصة خلاص القرعة عملت والحاج عامل حسين طلع اتكلم بمتال وضوح عن ان الادوار او الدور نصف النهائي هيكون لو وصلت لديها تسعين وانتهى المباراة بالتعادل وتصل الى ركوات الترجيح الاكسترا تايم فقط لغير في المباراة النهائية وتحدث ايضا عن عدم تأجيل المباراتين بناء على طلب النادي الآلي والحقيقة دي ازمة حرفية بتواجه لعبي النادي الآلي وبتواجه مرسل كلر نفسه ان انت بتصل بالامس هتتمرن النهاردة هتلعب بكرة بعد ثلاث مباريات من العيار السقيل بل في اعلى لبل ممكن تلعبه انت بتلعب مع ابطالي الكارات انت متخيل الضغط اللي عليه النادي الآلي انا كنت اتمنى يكون فيه من بدر اوي تنصيق على هذه الموعيد يعني من بدر اوي تحط احتمالية وجود النادي الآلي يوم 22 في مباراة 3 و 4 او نهائي منديال الاندية وكان على اساسه يتم تحديد المباراة يوم 26 ويوم 29 ولكن خليني مش هقدر القيب كل اللوم على الاتحاد المصري للكرة الكرم ولا بكل اللوم على لجنة المنظمة ولا بكل اللوم على النادي الآلي ولكن كنت شايف ان بخطاب النادي الآلي بتأجيل المباراة كان يكون صدوره تاني يوم او في نفس اليوم اللي يصدر فيه الموعيد يوم 25 ويوم 29 ولكن ان شاء الله يقدر النادي الآلي يتغلب على السراميك كلبترا اللي حابة افكركم ان المباراة كانت صعبة جدا في الدوري وفوزنا بهدف لمحمد مجدي افشا في الوقت بدل الضايع يعني مباراة لا يمكن الاستهانة بها ضيف الى ذلك فكرة الراحة اللي حصل لها فريق سراميك كلبترا ومسافر قبلك الامارات ومستقر هناك وبالتأكيد طموحاته يلعب على بطولة زي دي ويستغل فترة اجهاد النادي الآلي من المنديال الأندية وعلى هذا الاساس ربما تشاهد تشكيل مختلف في مباراة سراميك كلبترا مرسل كولر ممكن يريح بعض اللاعبين ممكن تلاقي الدفع بديانج تلاقي الدفع بأفشا تلاقي الدفع بديبيست تلاقي الدفع برامر وبيع بالتأكيد ممكن دفع بأكرم توفيق ومن هذا المنطلق انا كان في نقطة نستطيع اتكلم فيها وقت ما لعب أكرم توفيق منديال الأندية والدورنس في النهائي سيبك من البعض اللي تكلم بشكل فني كان ديانج أولى أو غير أولى انا اكلمك في نقطة اتكلمت فيها قبل البطولة لما قلت بالاسم مهيبة عبدالهادي طالع بيحطم معنويات أكرم توفيق قبله في طولة العالم الأندية لما قال ان كولر قبلغ ادارة النادي الاهلي بانه يتم الاستجناء عن أكرم توفيق بس ادارة النادي الاهلي قالت لكولر لا ده اصول النادي وما لكش علاقة بالقصة دي كان نوع من انواع الضرب في كولر قبل المنديال لما طلع وقال انت مين انت قبل النادي الاهلي كان بيحاول يضرب عصرين بحجر ويروح لسكته ده النادي الاهلي الكيان الكبير اللي بيصنع اي اسماء علينا ده احنا تارينا فالحقيقة لعب اكرم توفيق مباراة نصف النهائي اثبتت صدق معلوماتي لما قلت لكم معلومة مغلوطة تماما كولر لم يبلغ ادارة النادي الاهلي باي شيء متعلق باكرم توفيق وقلت لكم الواقع اللي انا اتكلمت فيه من وقت المعسكر ان كولر شايف تدخلات اكرم توفيق عن ايه فهو اللي انا عليه وخايف عليه وعايز يغير من فلسفة لعب اكرم توفيق لا اكتر ولا اقل لكن اكرم اقولت لكم برضو في الحلقة دي ان اكرم توفيق اعلى فنيا او اعلى درجة في تقييم اللاعبين عند مرسل كولر من صلاح محسن ومن خالد عبد الفتاح ومن كريم ندبد اللي اصلا كولر رفض رحيلهم لمودرن فيوتشر مقابل عمر كامل عبد الواحد لانه تلاتة مقادم في القاهمة الافريقية فكانت المعلومة مغلوطة والايام اثبتت ان المعلومة مغلوطة وتمت دفع باكرم توفيق في نصف نهائي المونديال عشان باستعرفوا الناس اللي هي بتضرب اخبار وبتحاول تهد في استقرار النادي الاهلي ويعني اتمنى اللي ما شافش حلقة الالخة تحمر بالامس يروح يتابعها على اليوتيوب حلقة من الحلقات اللي انا ممكن اقول لك روح اتفرج عليها وانا مستريحة ضمير حلقة مش هشكر فيها بشكل كبير لان احنا لقدمناها لكن كنت شاف ان انا وفارس قدمنا حلقة موافقة ردينا على تامر بدوي وعبدالله الكعبي وعلى عمر اديب فقرة كده ريئة جميلة وطبعا كان معنا يعني على الهاتف الفنان الكبير محمد فراج اتمنى اللي ما شافش الحلقة يروح يتفرج عليها ويشوف ازاي بيكون الرد بعد الرد في الملعب لان في الاساس الرد في الملعب ولكن اشراب اكرم توفيق كان رد على الاقل على الاجذوبة اللي صدرت من مهيب عبدالهادي اللي هو بيدعي ان هو عارف كل التفاصيل وكل الكواليس وانا قلت وقتها الامانة هو عنده بعض الاخبار ربما لعلاقته ببعض اللاعبين داخل الفريق ولكن مش كل الاخبار صحيحة والسكة دي كانت مقفولة ده بالنسبة لكولر ومهيب والعلاقة بين كولر واكرم توفيق عندي نقطة تانية ولكن قبل ما اروح للنقطة تانية خلي الشناوي دلوقتي اتكلم عن رمضان صبحي يعني انا مش عارف انت بتعمل في نفسك ليه كده الحقيقة يعني انا ما عنديش ادنى مشكلة معاك حاليا للامانة بل بالعكس انا اشفقت عليك بشكل كبير جدا بعد انجازات النادي الاهلي اللي كنت اتمنى في وقت من الوقات ان انت تكون جزء اصيل منها الحقيقة لانك انت مفترض كنت ابني من ابناء النادي الاهلي ولكن وصلت المرحلة للاشفاق الحقيقة في الاول كنت ممكن زعلان جدا منك وزعلان جدا عليك حاليا انا مشفق عليك ومشفق ان انت طالع بتتحدث عن جماهير برمض في الامارات انت بجد انت بجد واعي اللي انت بتقوله يعني لو كنت انت متعلمتش من درس فكرة الطموح وانا راح اعمل طموح جديد وراح لاندي الطموح الحقيقي وهصه والكلام ده كله انت ليه بيتم استخدامك كأداة؟ يعني تخلي الناس تضحك عليك ليه؟ انت كنت لعب عندك موهبة كبيرة انت كنت لعب وما زلت المفترض عندك موهبة كبيرة انت مفقدش موهبة انت ربما فقط الشغل انت لعب كنت مؤهل ان انت تكون احد كبات النادي الاهلي كنت لعب مؤهل ان انت تكون من اكثر اللاعبين تحقيقها للانجازات مع النادي الاهلي انك برقت مع النادي الاهلي سنة صغير جدا جماهير برامد زفين اللي في الامارات جماهير برامد زفين اللي في مصر اصلا يا رمضان ما انت عارف رمضان ان الجماهير اللي بتحضر فيه مباراة برامد هم اللي شجرين في النادي اللي بياخدوا راتب من النادي سواء مدربين او قطاع ناشئين او في الجهاز الاداري او في الجهازة فنية للناشئين هم دول اللي بيتعملهم كارنهات وبيتعمل لأسرهم كارنهات بالامر وبالاجبار ولازم يحضروا كل المباراة فانت عايز مين جماهير برامد زمين في الإمارات حقيقة أفضل شيء اتعمل في البطولة دي بالنسبة للجماهير إن ما تمش قسم الجماهير بين الفريقين تفتكروا لما لعبنا برامد الموسم الماضي برامد استقريبا اشترى التذكر الفاضية بتاعته والنادي الآلي كان جماهيره في نص المدرج أتمنى إن شاء الله نشوف جماهير النادي الآلي مقفل المدرج في مباراة سراميكا وبإذنك يا رب نفوز وفي المباراة النهاية أيا كان مين الفائز ولكن الحقيقة رمضان صبحي مزيد من الإشفاق عليه نروح لكابتن حقيقي للنادي الآلي وأحد أساطير النادي الآلي والحقيقة أنا بعتبر شهادة في الشيناوي مجروحة ولكن الشيناوي بيمر بمرحلة الآن صعبة بل صعبة جدا خلينا أحكي لكم القصة بهدوء شديد جدا لأن الحقيقة الشيناوي من سنتين تقريبا كان الدولار وقتها بـ 21 على ما أتذكر يعني كان جاي له عقدة بـ 3 مليون دولار تقريبا كان بالجنيه المصري 63 مليون جنيه في السنة لمدة 3 سنين فالقصة كانت قوية جدا والنصر الصعودي كان يعني محتاج الشيناوي لأقصى درجة العرض اللي وصل شافهي للنادي الآلي عشان يتحول العرض رسمي كان من خلال الشيناوي والكابتن الشيناوي قال الكابتن محمود الخطيب هو المسؤول الأول عن فكرة رحيلي من عدمه لأن العلاقة ما بين الكابتن الشيناوي وكابتن محمود الخطيب علاقة ابن بوالده حرفيا مش ببالغ مش ببالغ حتى فوق مو الشخصية كان الكابتن الشيناوي بيستعين بالكابتن محمود الخطيب ودي علاقة يعني أنا حاببها الحقيقة للأمانة يعني وحابب بأن الشيناوي شايف أنه له كبير في النادي الآلي هو طبعا رئيس النادي الآلي الكابتن محمود الخطيب فهي علاقة ابوية الحقيقة ولكن الكابتن محمود الخطيب قدر يقنع الشيناوي أن وجوده في النادي الآلي يعني دف صالح النادي الآلي بالتأكيد والشيناوي لأنه أهلاوي لأنه ابن من أبناء النادي الآلي الحقيقة وافق على البقاء وجدد عقد جديد مع النادي الآلي لا يقرن الحقيقة باللي كان ياخده فيه السعادية بالتأكيد وأنت عارفين المبالغ في السعادية عاملة إزاي وعرفين الدولار دلوقتي قصته رايحة لفين فالوقت الحالي اعتقد بعد تقولك الشناوي وتحديدا في مونديال الاندية مع العروض اللي بتيجي من الاندية السعودية حتى لو النادي بقولك نادي ضمق الحقيقة الشناوي ممكن يكون متارجة نفس القصة اللي هو لما كان الدولار بواحد وعشين ثلاثة مليون دولار في الموسم طيب لو جاء عرض للنادي الاهلي ما الموقف انا هنا بستشعر ان انا هكون في ازمة ازمة ما بين ان انا هفضل ضغط على الشناوي في وقت هو محتاج برضو فيه ان هو في اخر سنوات يأمن مستقبله ولكن الجزء الاهم بالنسبالي هو كأس العلم الفين خمسة وعشرين اللي هيكون على عبارة عن اتنين وتلاتين فريق اللي انت المفترض تستعدله من الان خاصة لو في بعض عناصر الخبرة هتبدأ في الرحيل او هتبدأ تكون مش في مستوها فلابد من الان من الاستعداد لكأس العلم الفين خمسة وعشرين ويكون ده محطوط في اطار التعاقدات سواء الشتوية او الصيفية القادمة عشان اللاعب اللي ييجي ياخد وقت النادي الاهلي قبل ما يروح مونديال الانديال اللي هيكون في صيف الفين خمسة وعشرين ان شاء الله انا بالنسبالي الحقيقة شايف ان الحل المثالي لكابتن محمد الشناوي وللنادي الاهلي هو اعارة لمدة ست شهور يطلع محمد الشناوي يستفيد مبلغ مالي كويس من يناير لحد نهاية الموسم وييجي مع بداية الموسم القادم يكمل معنا الموسم تاني ويلعب مونديال الانديال وفي حالة اعارة الشناوي في يناير يكون مصطفى شبير موجود ويتم التعاقد مع حارس مرمة بجزء من المقابل المادي اللي هيجي نظير اعارة محمد الشناوي ويبقى عملت حل وسط للقصة دي او ان الشناوي مرة اخرى يفضل مصلحة النادي الاهلي ويعلي من مصلحة النادي الاهلي على مصالحه الشخصية وده بالتأكيد بالتأكيد هيحسب لمحمد الشناوي يحسب لأي لاعب أي لاعب بالتأكيد دايما وابدا لو عاوز يخرج من النادي الاهلي يخرج من الباب الكبير وده النفس النموذج اللي بينطبق على علي معلول ان كلمة اكرم توفيق لعلي معلول في احتفالات البرونزية ألاقيتني شوية هو بيقول له اخر المنديال يا معلول انا مش حاجب ده ليه لان وارد معلول يجدد وارد معلول يكمل خاصة اللي انا اقدر اقوله لكم وابصم لكم فيه بالعشرة ان معلول هيحافظ على الخروج من الباب الكبير من النادي الاهلي تحت اي بند وتحت اي ظرف يعني ايه يعني لو هيجدد مع النادي الاهلي اكيد هو يتمنى ذلك ويتمنى كمان لمسمين طب لو مش هيجدد مسمين مع النادي الاهلي هيخرج من الباب الكبير من النادي الاهلي لان عامل حسابه ان هو يرجع مرة اخرى كاحد كوادر وابناء النادي الاهلي للعمل داخل كيان النادي الاهلي فاسبكم من فكرة الكلام عن مصير معلول واسبكم من اي حاجة متعلقة بمعلول ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر على انه يحسم ملف علي معلول اللي فيه مصلحة النادي واكيد مصلحة اللعب لكن تأكدوا ان العلاقة هتكون علاقة لاعب عارف كواس قوي لو خرج من النادي الاهلي يخرج من باب الكبير ربما ترتبط حتى بثقافة علي معلول في السنة او السنتين الاخر في الملاعب ان هو يرفع الضغوط من عليه خاصة ان ضغوط النادي الاهلي كبيرة وكبيرة جدا وعلي معلول بيتأثر باي انتقادات او اي اخطاء ولكن الحقيقة ما قدمه علي معلول في المونديال الاندية بيؤكد ان احنا عندنا لاعب كبير وهنفضل طول الوقت فيه علي معلول بالتأكيد جنب محمد الشناوي والحقيقة السنين عدت بسرعة مع علي معلول تحديدا نروح بقى لروي فيتوريا وحديثه عن امام عشور وحديثه عن طارق حامد وحديثه عن حسين الشحاك الرجل اتكلم بمنطقة الوضوح وعجبنا احترافياته قال ان الموضوع ما كانش احترافي فيه وهو متعلق بالمباراة دي والامر ده انا صاحب القرار فيه وانا بيدي مساحة ولكن فيه وقته معين بقول لا هنا ستوب خلاص وكان القرار صادر مني بالعقوبة والاستبعاد من المعسكر والقرار ده مرتبط بالمباراة اللي انا استبعتهم منها بس فقط لغير وبالتالي هم موجودين في الخمسة وخمسين القايمة المبداية والقصة مفتوحة لأي لاعب أي لاعب ان هو يتم الاستعاناة به قبل امم افريقيا ودي فرصة لحسين الشحاك ومعشور مع المستوى المتميز اللي قدموه انهم يكونوا احد عناصر المنتخب ان شاء الله في امم افريقيا القادمة خاصة ان طارق حامد اعلن اعتزاله اللعب الدولي ولو كان فيه يعني امل ان طارق حامد يروح للمنتخب بالتأكيد كان هيتم التفاوض معه زي ما تم التفاوض مع عبدالله السعيد ولكن واضح اصلا ان روي بيتوريا ما عندوش كناعات كبيرة بطارق حامد وبالتالي طارق حامد يعني حاب ينهي مشواره بشكل يعني يليك بيه وبتاريخه مع منتخب مصر ان هو اللي يبدي الاعتزال الاعتزار عن اللعب الدولي او اعتزال اللعب الدولي على المقابل اتكلم ايضا على فتوح وكلم على محمد صبح وانهم من العناصر الوعدة بالنسبال ومن معايير اختياراته في حراس المرمى ان يكون اتنين كبار وحارس مرمى صغير في السن وبالتالي محمد صبح هو المتاح اتمنى ايضا يبص لحراس مرمى صغير في السن وبيلعبوا في الدور المصري ومتقلقين الحقيقة الفترة الحالية افضل بكتير من وجهة نظري من محمد صبح مش عايزة تطيل احرارتكم اكتر من كده اشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق الجميع سلام